افلح من يصلي على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليك يا سيدي ويا مولايا يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك المظلومين السلام على حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجيات الكثيرة والضراعات المتصلة يا أهباب الحوائج موسى بن جعفر ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما يا جنة الفردوس ما بال الحشاء قد بات يصلى منك ذات وقودي ذهبت بزهرتك الليالي السود يا تبا لهاتيك الليالي السود لم تحتفل بك في عهود مثل ما لابن الرضا لم تحتفل بعهود جلبوه قسرا من مدينة جده نحو المدايين موثقا بقيودي جعلوه في طامورة لم ينفجر ليل الشقا عن سبحها بعمودي تبت يد الرجس الرشيد بفعله إذ ليس فيما قد جنا برشيدي أوحى إلى سنديه ليسمه سماي آيان تذوب به صخور البيدي فقضى السميم آيان في السجون مشرد آيان في منزل عن من يحب بعيدي وضعوا على يا جسر الرصافة نعشه أيها إماما وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه جهرا بالإهانة نودي وبجسر بغداد الجنازة عطلت أنا مناد وإماما من وصية لسيدنا ومولانا أبي الحسني باب الحوائج موسى بن جعفر لهشام ابن الحكم رضوان الله عليه يا هشام يا هشام إن الله جل وعز حكى عن أناس من الصالحين أنهم قالوا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها صدق إمامنا السلام الله عليه نوّر مجلسكم بذكر محمد وآل محمد حياة إمام الكاظم سلام الله عليه حياة حبلة بالمصائب والمحن والدروس والعبر كانت ولادته سلام الله عليه في منطقة الأبواء بين المدينة ومكة المكرمة سنة مائة وثمانة وعشرين للهجرة مائة وثمانة وعشرين للهجرة وكانت شهادته عليه السلام في الخامس والعشرين من شهر رجب المرجب الحرام في سجن السندي ابن شاهك يوم الجمعة سنة مائة وثلاث وثمانين للهجرة أي أن عمره الشريف يوم شهادته كان خمسا وخمسين سنة هذا الإمام العظيم قضى وقتا طويلا من عمره الشريف في سجون الظالمين من سجون المهدي العباسي إلى سجون هارون الرشيد سجون هارون الرشيد في البصرة وفي بغداد قضى أربعة عشر عاما في السجن بعض المؤرخين ذكر أنه قضى ثمانية عشر عاما في السجن أي أن ثلث عمر الإمام قضي في السجن الحديث عن حياة هذا الإمام حديث مهم ومن الضرورة بمكان أن نتعرف على حياة الإمام لكن في هذه العجالة نشير إلى ثلاث نقاط مهمة وسريعة النقطة الأولى دور الإمام عليه السلام في مواجهة الانهيار الأخلاقي في المجتمع العباسيون ملأوا أجواء البلاد الإسلامية بالفساد والانحلال الأخلاقي خصوصا في زمان هارون الرشيد الغير رشيد فلقد انتشرت نوادي الفسوق ونوادي اللهو ومجالس الغناء ومجالس الرقص وكان هو مشغفا بالغناء والموسيقى وكان يجري الرواتب والعطاءات الجزيلة للمغنيات والمومسات والمغنين والراقصين والراقصات الإمام الكاظم سلام الله عليه واجه هذا الانهيار في خطاباته في مواعظه في كلماته في توجيهه المباشر للناس مثلا من المواقف التي يخلدها التاريخ موقف بشر المعروف بالحافي بشر الحافي أيضا على طريقة ملك زمانه كان مشغفا بالموسيقى والغناء والرقص والسكر ومقارعة المومسات في يوم من الأيام الإمام يمر في زقاق من أزقة بغداد حيث تقع دار بشر الحافي فسمع أصوات الغناء تعلو في الأثناء خرجت جارية من دار بشر الحافي عندها قمامة رميها فضل من الطعام الإمام التفت إلى تلك الجارية قال يا جارية صاحب هذه الدار حر أم عبد قالت بل هو حر قال صدقتي لو كان عبدا لستحى من مولاه الذي يفيض عليه نعمه الذي وهبه الحياة والوجود ثم مر الإمام دخلت الجارية متأثرة بكلام الإمام باب الحوائج قال لها بشر ما أبطأك يا جارية فذكرت له الأمر فهنا اضطرب قلبه لأول مرة يسمع أنه خرج عن دائرة العبودية لله كان أسيرا لشهواته فهو لم يحقق مبدأ العبودية لله فهو لم يحقق فخرج فرأى الإمام بعيدا وقد مشى فركض خلفه حافي القدمين وحين وصل إلى الإمام الإمام استقبله بصدر رحب أخذ ينصحه أخذ يعظه أخذ يوجهه وإذا هذا الرجل ينقلب رأسا على عقب يعود من فوره إلى أواني وكؤوس الخمر يكسرها إلى أدوات الله يحطمها ويتخذ قرارا شجاعا في التوبة الصادقة النصوح حتى أصبح هذا الرجل يضرب به المثل في العبادة والتقوى والرحبنة تحول من إنسان منحرف إلى إنسان ناسك وهنا لا بد أن نشير إلى درس مهم أنه حينما ترون إنسانا منحرفا فلا تقنطوه من رحمة الله الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله فكم هنا خبرية تدل على الكثرة وليست كم الاستفهامية فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير حينما ترى إنسانا منحرفا لا تنظر إلى نفسك بأنك أفضل منه إذ ربما تمر الأيام ويحصل لك انحراف لا قدر الله وذلك المنحرف يعود إلى الجادة يتوب إلى الله والأمور بخواتيمها فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير ونأخذ درسا آخر في أهمية مواجهة الإنحلال الأخلاق والفساد خصوصا في زماننا اليوم حيث اختلط الحابل بالنابل وأقبل من الدنيا ما كان مدبرا وأدبر منها ما كان مقبلا وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا علينا أن نواجه المنكر أن نواجه الفساد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية دور الإمام الكاظم سلام الله عليه في تربية النماذج الرسالية التي تحمل علوم أهل البيت وفقها أهل البيت فلقد واصل إمامنا الكاظم سلام الله عليه مسيرة أبيه الصادق إمامنا الصادق تخرج من تحت من بره ما يزيد على أربعة آلاف فقيه كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق إمامنا الكاظم واصل هذه المسيرة ذكر بعض المؤرخين أنه تخرج من تحت منبر الإمام الكاظم ومن الدروس التي كان يطرحها الإمام الكاظم ثلاثمائة وتسعة عشر عالما وفقيها في مختلف العلوم الدينية علم العقائد علم القرآن علم الحديث إلى غير ذلك من العلوم ومن أولئك العلماء وهو من أصحاب الصحاح ومنهم أحمد البزنطي والكثير محمد بن أبي عمير هذا الرجل العالم الذي تربى عند الإمام تربية أصبح أصبح نموذجا حياتيا يقتدى به هارون الرشيد أمر باعتقال محمد بن أبي عمير وضغطوا عليه في السجن ليذكر أسماء شيعة أهل البيت لينكل بهم كان غنيا صودرت جميع أمواله محمد بن أبي عمير الذي يذكر المؤرخون أنه ألف أربعة وتسعين كتابا في مختلف العلوم الفقهية والعقائدية وغيرها محمد بن عمير مكث مدة في السجن واشترى ما تبقى من مدته أو فدى نفسه وهكذا شأن الظلم دفع مائة وواحد وعشرين ألف درهم من ثروته ليعفى عما تبقى من مدة حبسه وسجنه ثم صودرت جميع أمواله أحرقت مكتبته كتبه المخطوطة أحرقت حتى أنه لما خرج من السجن صار يكتب بعض الروايات التي يحفظها بدون أسانيد مما جعل كثير من فقهائنا يعتبرون مراسيل ابن أبي عمير مسانيد لشدة وثاقته محمد بن أبي عمير خارج من السجن يحتاج إلى درهم واحد وكان قد أقرض قبل سجنه شخصاً عشرة آلاف درهم فلما نظر صاحب الدين إلى وضع ابن أبي عمير عمد إلى داره باعها بعشرة آلاف درهم وجاء بالدراهم إليه محمد بن أبي عمير الذي في السجن خسر كتبه وأمواله ونكل به وجلد مئة صوت وعذب وقيد خسر كل شيء لكنه لم يخسر نفسه قال له من أين هذه الدراهم العشرة آلاف هل مال ورفته قال لا هل عندك ضيعة بعتها قال لا إذن من أين لك هذا المال قال داري بعتها ليؤدي بها ديني قال بلغني عن مولاي أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال لا يخرج الإنسان من داره بالدين وإني والله لمحتاج إلى الدرهم الواحد ولكني لا آخذ من هذه الدراهم ولا درهما واحدا فتركها فتركها إنه تربية الإمام ومن الدروس التي ينبغي أن نأخذها أن نتعلم من الإمام هكذا ومن الذين رباهم الإمام بهلول ابن عمر المعروف رجل فقيه عالم دعاه هارون الرشيد ليكون قاضيا عنده فأدرك البهلول الخطر أصير قاضي يعني أجبر أجبر على إصدار أحكام تضرع المؤمنين قال لست بأهل لست بأهل للقضاء قال أنت أهل للقضاء إلى أن أصر عليه قال دعني أفكر هذه الليلة فعرض أمره على الإمام الكاظم الإمام الكاظم قال ليس لك طريق إلا أن تصبح مجنونا رجل فقيه عالم يصير مجنون يتظاهر بالجنون إلى آخر عمره حيث تضحية هذا تسليم مطلق للإمام المعصوم فما أصبح الناس إلا وقد أخذ عصى وضعها بين رجليه وهو يقول ابتعدوا عن فرس هذه فرس صار يركض بها والأطفال يركضون خلفه فانتشر أن البهلول قد جن علم هارون الأمر قال والله ما جن البهلول وإنما فر بدينه منا الإمام يربي أناس إلى حد أن إذا قال الواحد منهم كن مجنونا يكون كن مجنونا يكون هي تضحية الأمر الثالث تحمل الإمام لظلم العباسيين المعاناة التي تحملها هارون الرشيد يتظاهر بالإسلام يتظاهر بقربه للرسول صلى الله عليه وآله أهل البيت ولكنه من ألد أعداء أهل البيت ذات يوم يقول للإمام الكاظم يا موسى بن جعفر لماذا تنسبون أنفسكم إلى النبي وتدعون أنكم أبناء النبي وإنما أنتم أبناء علي هكذا يفرقون فقال له الإمام لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج من وراء هذه الأكمة وجاء ليخطب منك ابنتك أو كريمتك أكنت تزوجه إياها قال أجل وأفتخر بذلك على العرب والعجم فقال له الإمام أما أنا فلا يخطب مني ابنتي ولا أزوجه قال ولم قال لأنني ولده وابنتي ابنته فهنا أدرك هارون أنه قد وقع في المأزق فقال أخبرني من أين جعلتم أنفسكم من ذرية رسول الله أنتم من ذرية النبي فتلى الإمام قوله تعالى ومن ذريته يعني إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان ويوسف ويوسف وعيوب ومن ذريته داود وسليمان وعيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين أسألك من هو أبو عيسى قال ليس له أب قال فكيف أصبح عيسى من ذريته إبراهيم الآية تقول ومن ذريته ثم ذكرت اسم عيسى كيف أصبح عيسى من ذريته إبراهيم قال لا أدري قال إن كنت لا تدري فادري لقد أصبح من ذريته عن طريق أمه مريم ابنة عمران وأصبحنا من ذرية جدنا رسول الله عن طريق أمنا فاطمة الزهراء فسكت ولكن الحقد في قلبه ما يريد منطق ما يريد دليل يوم من الأيام ذهب هارون إلى الحج ثم عطف على المدينة المنورة وأمام الألوف من المغفلين الذين يمشون خلفه وقف أمام قبل الرسول صلى الله عليه وآله وقال السلام عليك يا عم يعني أنا قريب من رسول الله الإمام كان موجود فانبرى ووصل إلى الإمام أمام تلك الحشود وقال السلام عليك يا أبتاه فهنا فهنا استشاط غضبا لذلك لم يحتمل أمر بسجنه وهو يصلي عند رأس جده رسول الله صلى الله علواله طبعاً طبعاً المهد العباسي في زمانه قبل هارون الرشيد أمر بسجن الإمام ثم أطلق سراحه هارون الرشيد الاعتقال الأول اعتقله وهو يصلي عند جده رسول الله عند قبر جده ثم أخذ إلى البصرة إلى سجن عيسى بن جعفر أوعز إلى عيسى بن جعفر أن اقتله دس إليه السم واقتل الإمام فاستشار عيسى بن جعفر من معه من كبار المعاونين فأشاروا عليه أن احذر أن تقتل الإمام هذا الإمام عند عشيرة وهذا ابن رسول الله احذر أن تقتله فكتب إلى هارون يعتذر منه عن قتل الإمام حينئذ اقترح هو نفسه أن يطلق سراح الإمام فأمر بإطلاق سراحه و ترحيله إلى بغداد وصل إلى بغداد أمر هارون باعتقاله مرة أخرى ذا الاعتقال الثاني اعتقل أخذ إلى سجن الفضل بن الربيع الفضل بن الربيع أمر من قبل هارون بالتنكيل بالإمام ولكن الإمام كان كثير العبادة في السجن يتحمل هارون كان يأتي بين الفينة والأخرى يشرف على الإمام في السجن قال الفضل بن الربيع ما هذا الثوب الملقى في سجنك أيها الفضل قال يا أمير المؤمن ما هذا بثوب وإنما هذا موسى بن جعفر ساجد إن له سجده يسجدها من طلوع الشمس إلى الزوال يعني إلى الظهر فقال هارون أما إنه من رهبان آل محمد فحينئذ قال له ما دمت تعلم هذا لماذا لا تطلق سراحة لماذا تأمر بسجنه قال لا بد لنا من ذلك لما تحمل الإمام ما تحمل من ألم السجن صار يدعو في السجن اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ولحم ودم يا مخلص الشجر من بين طين ورمل وماء خلص من سجن هارون في اليوم الآخر في اليوم التالي أمر هارون بإطلاق سراح الإمام يقول المؤرخون وذلك لأنه رأى آتيا أتاه بحرب قال له إن لم تطلق سراح موسى بن جعفر قتلتك بها ولكنه سرعان ما أمر بسجنه مرة ثالثة سجن وأودع في بغدار في سجن الفضل بن يحيى ونكل به في السجن أمر أن يقتل الإمام فاعتذر الفضل بن يحيى إلى أن أخيرا سجن في سجن السندي بن شاهك وعذب في السجن لك أن تتصور أرباطعش سنة من سجن إلى سجن نكل بالإمام ثم أعز إلى السندي بن شاهك أن يغتال الإمام أن يسم الإمام في السجن ودس إليه السم في رطب أجبر الإمام على أن يأكل من ذلك الرطب المسموم تناول سبعا منها فبدأ السم يسري في بن الإمام فقال وهارون زد على ذلك يا موسى قال قد بلغت حاجتك لا حاج إلى أن أزيد تريد قتلي ما أكلته كاف لقتلي وبعد أن قتلوه في السجن أوعز إلى ثمانين شخصا من رجالاتهم يدخلون على الإمام في السجن ليشهدوا بأن الإمام قتل حتف أنفه وأنه لم يكن مسموما علي بن سويد من أصحاب الإمام بطريقة أو بأخرى ببعض الوسائط استطاع أن يصل إلى الإمام في السجن يعني طلب أن يزور الإمام في السجن فسمح له بزيارة الإمام فدخل عليه يوم الثلاثاء قال سيدي لقد ضاقت صدور شيعتك فمتى الفرج يا مولاي قال يا ابن سويد الفرج قريب عد من ساعتك هذا أو من يومك هذا ثلاثة أيام فإن الفرج يوم الجمعة وأين الملتقى يا مولاي قال على جسر بغداد أخذ علي بن سويد كلام الإمام على نحو القطع لأنهم أهل بيت لا يقولون إلا الحق ولا يقولون إلا عن علم واقعي يقول ابن سويد فخرجت فرحا صرت أدور على بيوت شيعتنا شيعة أهل البيت أطرق دورهم بابا بابا وأنا أقول ابشروا لقد قرب الفرج زرت الإمام وأخبرني أن الفرج بعد ثلاثة أيام والموعد على جسر بغداد عند الضحى ارتقب الناس يوم الجمعة من الصباح الباكر من طلوع الشمس خرج شيعة أهل البيت ينتظرون على جسر بغداد خروج الإمام من السجن وإذا بهم يرون جنازة يحملها أربعة من الحمالين قد قد وثقلت بما يزيد على ثمانين رطلا من الحديد طرحت الجنازة الناس لا تعرف من هذه الجنازة الناس ينتظرون الإفراج عن الإمام وإذا بالمنادي ينادي على ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافض موسى بن جعفر فهذه جنازة انظروا إلي فلقد مات حت فانف يقول ابن سويد أخذ الناس يلطمون الرؤوس ويخمشون الوجوه جيت إلى الجنازة لا أكاد أصدق نظرت إلي نظرت إلى صاحب الجنازة وإذا هو مولاي موسى بن جعفر بعين صرت أبكي وأن تحب مر على الجنازة طبيب النصران بيني وبينه صحبة فقلت له أيها الطبيب أقسمت عليك برب المسيح انظر إلى هذا الرجل هل مات حت فأنف نظر الطبيب إلى وجه ثم نظر إلى كف وقال يا ابن السويد هل لهذا الميت من أهل أو عشيرة قلت نعم إن عشيرته من آل هاشم قال مرهم فليطالبوا بدم فإن الرجل قتل مسموم أيوة إماما وسيدا سليمان الجعفر يصير عم هارون الرشيد وصاحب سلطة رأى ضجة وانقلاب وأمواج بشرية تلاقم على جتر الرصافة سأل ما الخبار قيل رجل رجل مات في سجن هارون الرشيد قال لغلمانه ويحكم أخبروني إن ما أكثر من يموت في سجن هارون اسألوا من هذا الرجل قال له غلمانه إنه رجل من أهل الحجاز قال ويحكم اعرفوا من هو منها من هو هذا الرجل ومن أي المدن في الحجاز قال له غلمانه إنه من مدينة رسول الله إنه موسى بن جعفر فهنا آياء أمر سليمان الجعفر غلمانه قال انزلوا بأسيافكم واخذوا الجنازة من أيدي الجلاوزة فإن ما نعوكم فاضربوهم حتى تكشفوهم عن الجنازة فنزل الغلمان أخذوا الجنازة من أيدي الجلاوزة ثم انقلب النداء ألا ومن أراد أن يشيع جنازة الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر فليحضر ويا خلق شفت جنازة بالحديد مقيد يا اعلى حمامي الأربعات بشيل حالتها العد حول سليمان صار يخ من سمع ذاك النداء قال خبروني صايا رضا كبير حب الفضى قال ولي على الجسير صوب بين كلهم ينظرون عدهم جنازة حجاز مدد ويتفرج قال قال جيبوها بعجايا اللي ترت زلزل الكاو هذا من بيت النبوة وبيد محت في القض وجهز شيخ العشير امامكم امامكم قوم احمل امامكم فزت الشيعة بضج جاول السرير مع الريض عين على الكاظم وعين على كربلاء وم وم حلام مشيت الشيعة من وراء نعش الإمام كاشفين الروس جملة منشرة السود الأعلى والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم الها على امام بالسجين ميت ولا حد غمض ان كنت لم تبكي الان ابكي وعن غري بالغاضرية وين راحت شيعة ليت حضر قبل ما تدوس العوادي جثة وعايا وزين بتنخي من يشيل اجنازتا جثتا ظلات على حر الصعيد مرضض ويلي عادت الميت يحضر لهلا هذا جايب ماء ذاك يغسلا هذا جايب شفا ذاك شفن هذا يحفر قبر ذاك نزلا آه يعاد الماجر وها بكربل ظل ثلاث ايام ابن سيد الملا دم غسلا والجفن ساف الفلا صح وحسين وامام اذا مات الفتى المعزوس ياه تصير زلزال ناس للجفن تحضر وناس تشيل الشيال بس احسان ابو السجاد ادوس الشمار الهنا وسيدنا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فاقضي حاجته يا الله اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنها تقبل اعمالنا اشف مرضانا ايد علماءنا وإلى ارواح موت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الايمان نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة